وجهت الدولة عدد من التحديات التي تسببت في الشلل التام للاقتصاد في كافة المجالات وأجرت الدولة برنامجاً إصلاحياً انعكس إجاباً على الاقتصاد في العديد من المؤشرات قبل عام 2014 كانت التحديات حجر عثرة في وجه الدولة وتسببت في الشلل التام للاقتصاد المصري في كافة المجالات التحديات تلك كانت سبباً لبداية نهج جديد من عودة مؤسسات الدولة مع بداية حكم الرئيس السيسي وإيجاد حلول حقيقية لمعاناة الاقتصاد المصري المتراكمة لعقودها التحديات الاقتصادية التي وجهتها الدولة كانت متعددة والتجسد بعضها في ارتفاع فاتورة دعم الطاقة وأزمات شح العملات الأجنبية والتي تسببت في هروب استثمارات كبيرة من مصر فضلاً عن تراكم مديونيات شركات الطاقة العاملة في مصر وارتفاع نسب العجز بالموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تدني مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد تلك التحديات كانت سبباً رئيسياً لإجراء برنامج إصلاحاً اقتصادياً شامل وتطوير لكافة القطاعات الرئيسية في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشدت به المؤسسات الدولية استدفأ أعمدة الاقتصاد المصري الرئيسية والتي تتمثل في الجزء النقدي والمالي والإصلاح الهيكلي والذي يتمثل في وضع البنية القانونية والتشريعية للاقتصاد المصري البرنامج الإصلاحي انعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري في العديد من المؤشرات وأهمها مؤشرات ميزان المدفوعات حيث تقلص عجز الميزان التجاري من 39.1 و38.7 مليار دولار لعامي 2015-2016 على التوالي لتصل إلى 36.4 مليار دولار بحلول عامي 2019-2020 ثم ارتفع بعد ذلك متأثراً بالأزمات العالمية كجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على أداء الصادرات والواردات غير أن الأمر الإيجابي أن الاقتصاد المصري حقق فائداً في ميزان المعاملات البترولية إذ بلغت الصادرات البترولية نحو 17.9 مليار دولار في 2021-2022 مقابل الواردات البترولية البلغة 13.5 مليار دولار فقط خلال نفس العام نتيجة زيادة معدلات إنتاج المواد البترولية وخصوصاً الغاز الطبيعي في ظل الاكتشافات الجديدة إرادات قناة السويس أنعشت خزينة الدولة خاصة بعد التطور الذي شهده هذا الشريان في عهد الرئيس السيسي وافتتاح قناة السويس الجديدة حيث بلغت الإرادات 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 لتتجاوز تلك القيمة ما تحقق من قبل بالرغم من الأزمات العالمية المتتالية ويعد التحسين الأبرز الذي تبع تحرير سعر الصرف هو تطفق استثمارات المحافظة الأجنبية حيث تخطت 30 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وهما يؤكد على جذبية الاستثمارات المصرية للمستثمين الأجانب فضلا عن قيم الدولة بتوفير محافظات اقتصادية وتسهيلات وتشريعات قانونية تساهل تطفق الاستثمارات من بينها الرخصة الذهبية وانعكس تلك التطورات على صافي الاحتياطات الدولية والتي شهدت معدلات تاريخية في ديسمبر 2018 بقيمة 45.55 مليار دولار إلا أنه تخلى عن تلك المستويات بفعل التأثيرات العالمية القطاع الخاص ومشاركته في المشروعات كانت في صدرة اهتمامات الدولة حيث اتخذت الدولة خطوات من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع التي يتم تنفيذها على أرض مصر وفي ضوء توجه الدولة المستمر لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في الأنشطة الاتصادية قامت الحكومة بإعداد وافقة ملكية الدولة التي تعد استراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة القطاع الخاص إذن هي إجراءات اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وتبنتها لدفع واترة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو قوية تكون حق تصد لجميع التحديات التي تواجه الدولة فضلا عن إنعاش الاقتصاد المصرية بشكل كامل